نهاركم سعيد مرة تانية مشاهدينا زي ما كنا بنقول في المقدمة التعديلات الوزرية أو التغيير الوزاري هو أبرز الأحداث الجارية اليومين دول انبارح حلف اليمين 11 وزير جديد يستكمل المسيرة 20 وزير من حكومة الببلاوي تحت رئاسة رئيس الوزراء الجديد المهندس إبراهيم محلب عن قراءة للمشهد الحالي وتحديداً التشكيل الوزاري الجديد معانا دلوقتي طبعاً أستاذ حسين عبد الرازي عضو الهيئة العليا لحزب التجمع نهارك سعيد أستاذ حسين أكيد السؤال الأول يعني متقلل بتبادر الأزان الجميع إيه هو السبب السياسي للتعديل الوزاري الجديد اللي أنا حسميه تعديل لأنه مش تغيير الحقيقة هو لا تعديل ولا تغيير هي شيء غير مفهوم أولاً ما جرى لا يعكس أي تغيير في السياسات أنا بغير وزارة عشان السياسات تتغيرت فبجيب وزارة تنفي السياسات جديدة هذا لم يحدث السياسات مستمرة كما هي ما فيش تغيير لم يعلن لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزارة أن هناك سياسات جديدة إحنا من سنة 1974 بنطبق سياسة معروفة باسم سياسة التثبيت والتكيف الهيكلي اللي هي الرشتها الرشتها اللي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية على مصر وطبقها السادات ثم مبارك ثم مرسي ثم المجلس العسكري الأول وازلت مستمرة حتى الآن دون تغيير رغم أنها كانت أحد أسباب أو إنكم السبب الرئيسي لثورة 15 الملاحظة الثانية أن التوقيت غير مفهوم كان منطقي لما الدكتور حازم البلاوي يقدم استقلته أول مرة عقب الاستفتاء على الدستور إن في مرحلة جديدة ستبتدي فهو يقدم استقلته فقاله لا يبقى كان مفروض يبقى للمناسبة الثانية أو الثالثة إنه على الأقل يستمر لغاية ما يجي رئيس الجمهورية الجديد إذا كان عايز يغير في السياسات يغير في الأشخاص يقدم استقلته رئيس الجمهورية يقرر يستمر أو ينتظر للتغيير الحتمي تبقى للدستور لما حينتخب البرلمان وكل ده يعني الرئيس لازم يكون موجود في أبريل يعني بعد شهر ونص تقريبا البرلمان لازم يكون موجود في يوليا يعني بعد خمس تشهر أو أربع تشهر بتقرأ قراءتك إيه السياسية لهذا التعديل الوزاري لأنه طالما الوزراء رجعوا تلت تربعهم يعني تلتين الوزراء فعليا رجعوا يبقى كان إيه السبب في وجهة نظرك تحليلك يعني والله يعني هما بيعجزونا لكن كأنهم بيمتصوا موجود غضب عند الناس بأنه بقى فيه مظهر تغيير وتعديل فالناس تهدى تقول لما نشوف الجديد هيعمل إيه ده بافتراض أنه فيه جديد الأخطر من ده كله أنه لازال مستمر فكرة الوزير الفني الوزير الفني الوزير المفروض سياسي في العالم كله أساساً بيبقى صراع بين أحزاب سياسية الحزب اللي يفوز أو الاتلاف الحزب اللي يفوز يشكل الوزارة من قيادات حزبية سياسية لها تاريخ إلى آخره والفني هو وكيل الوزارة الدائم أو وكيل الوزارة إحنا الحقيقة من فترة طويلة من ماشيين بفكرة الوزير الفني بس ده كان مقبول في ظل الفني اللي بينفذ أو اللي هو ترقية آه بالضبط أستاذ جمعة وكيل وزارة يبقى وزير يعني بهذا الشكل ده كان مقبول في ظل نظام الحزب الواحد إنما في ظل التعدد الحزبي وفي ظل الدستور الجديد هذا الأمر لم يعد هو اللي كان بيقال إن الحكومة السابقة هي حكومة تسيير أعمال هل الحكومة الجديدة لا تزال استمرار لحكومة تسيير الأعمال؟ طب الحكومة تسيير الأعمال دي قعدت أكتر من سبعة تشهر الحكومة الجاية دي يا حتوعد شهرين يا حتوعد خمس تشهر بكتير لا يمكن عشان كده مختارين الناس يعني تتمشي المركب وتسيير الأعمال واللفات وما كانوا ما يقدروا نستحملهم يعني أنا طبعا ما تفرقش معايا اللفات مع اللي جاه إنما كان ممكن يعني نستحملهم شهرين أو حتى خمس تشهر لغاية ما ييجي البرلمان ويتيجي الأوضاع الجديد ده الرئيس الجديد والبرلمان الجديد والحكومة الجديدة تبقا للدستور الحقيقة أنا لا أفهم أي مغزى حقيقي لما جرى إلا مجرد إشغال الناس بشيء متهيئ لهم إن ده حيهدي الأمور ويخلي المسائل تستطيع عايزة أروح للوزراء اللي لم يتغيروا بعض الوجوه اللي ظلت في الحكومة على الرغم من اعتراض الناس عليها ووجود يعني خلينا نعرف بقى بشكل منطقي مثلا وجود وزير الداخلية في الوزارة الجديدة يعني هل ده يعبر عن نجاحه في الفترة السابقة يعني استمراره في الوزارة الجديدة ده بيدي مؤشر اللي هو بيعتبر من وجهة نظر القيادة للدولة هو نجح في مهمته نحن عندنا في قضية الشرطة والأمن مشكلة الشيئين متناقضين الحاجة الأولى هي نجاح الأمن في توجيه ضربات قوية للغاية للإرهاب رغم استمرار العمليات الإرهابية طبعا لأن الموجة الإرهابية بتتصاعد ووعدين بتهبط ما تنتهيش فجأة بقرار لكن مؤكد إن الشرطة قامت بدور كبير جدا في مواجهة الإرهاب وقدم التطحيات والناس مقدرة هذا الأمر أنا مش بتكلم على الشرطة كأفراد أنا أتكلم على قيادة طحمة الرؤية أنا أتكلم جايلة حضر الجانب الثاني هو احترام حقوق الإنسان وماذا ليصار الآن وفي تقارير وفي نفيليها وده أمر لابد من حسمه إنه لا زال هناك تجاوز خارج القانون وتعذيب وكذا هذا الأمر لا يمكن أن يترك معلقا في الهواء خصوصا إن في منظمات حقوقية محترمة في مصر لها قيمتها وتقدرها بل المجلس القومي لحقوق الإنسان طرح تساؤلات وعمل توصيات لم يأخذ بها ده الوكه الآخر للأزمة اللي كانوا عايزين وزير الداخلية يمشي اللي شايفين إن استمرار هذا التجاوز يتحمل مسؤوليته للوزير وإن الشرطة لم تغير منهجها لكن جزئية كمان الأمن في الشارع واستهداف مدريات الأمن واستهداف الزباط واستهداف الأمن المركزي دي جزء من معركة تصفية الإرهاب دي لا تحسب عليهم بالعكس هم بيقدموا هنا جهد وتضحيات وأظن إن الوزير يحسب له نجاحه مع جهاز الشرطة في هذه الداخل دولة اللي شايفين هذا الجانب هم اللي بيروا استمرار الوزير عايزة انتقل لوزارة أخرى وهي وزارة القوى العاملة واللي فيه زي ما احنا عارفين طبعا فيه إضرابات عملية كبيرة جدا وفيه مشاكل للعمال لم تحسن بعد تم تغيير الوزير كمالة بعيطة وجاءت محله الأستاذة ناهد العشري من هي وزيرة القوى العاملة الجديدة؟ هي موظفة كبيرة في وزارة العمل كانت وكيلة الوزارة فآخر موقع ليها كان أبعدت عن ديوان الوزارة وراح تمسكت الهجرة ووكيلة وزارة الشؤون الهجرة والمصريين في الخارج وكذا هي لها باع طويل في التفاوض اللي كان بيجري سواء أيام مباركة أو أيام الإخوان أو الآن بين العمال ورجال الأعمال وكان دايما متهمة أنها منحازة لرجال الأعمال ضد العمال ميجيبها النهاردة عمل رد فعل سيء عند قطاعات من العمال بالذات اتحاد النقابات المستقلة واتحاد الديموقراطي بينما الاتحاد العام اللي هو الأصلي اللي هو ده كان متهم دايما أنه خاضع للإدارة والأمن أعلن ترحيبه بيها بس أنا أعتقد يعني بتتوقع أن الموجة مش هتخمد لا لا بالعكس هي فيها استفزاز استفزاز للعمال المضربين خصوصا بدأت نغمة أن الإخوان هم اللي وراء الإضرابات دي هذا طبعا هزل يعني ملايي ما ينفعش المؤامرة الإضراب ده بيقوم بألاف العمال ومعروفين مين قياداتهم ومين اللي دعا كون الإخوان بيستفيدوا به ده وارد أي قوات حاولت تستفيد من أي حد لكن في حقوق وجبة مشاكل حقيقية ومطالب مشروعة وهذه الإضرابات مشروعة لأنها تتفق مع الاتفاقات الدولية اللي مصر موقعة عليها والمشكلة أن الدولة أو الحكومة أهملت هذه المطالب ولم تتعامل معها ليس معنى أن لي مطالب مشروعة أنها ستتحقق فورا لكن الحكومات الرشيدة ورجال الأعمال الأسكية بيدخلوا في تفاوض مع العمال قبل ما يضربوا ويحقق أقولهم جزء من المطالب ويتفقوا معاهم على تأجيل جزء ولما يحدث الإضراب بيحاولوا يصلوا إلى حلول وسط أما أن يعدوا يتفرجوا الحكومة وينكم ده الخطأ اللي حصل في حكومة الدكتور حازم أنه ما تعملش مع هذه الإضرابات بطريقة صحيحة تفرج لم يبدأ معهم أي حوار من الناس اللي اتغيرت كمان في الوزارة الجديدة هي وزيرة الصحة دكتورة مها الرباط وجي مكانها الدكتور عادل العدوي يعني ده برضو بسبب عدم قدرتها على التعامل مع مشكلة لفابة الأطباء أظن أنه كان فيه رفض ليها واضح من الأطباء بشكل عام ودخلوا إضراب الجزء اللي كانوا بتدوبي صعدوا فيه وهي كانت معتبرة الأطباء خصوم لها يعني كان لازم تمشي أنا الحياة ما عرفش طبعاً الوزير الجديد لكن على أي حال أظن أنه كان ضروري الناد اللي لافت نظر أنه فيه وزراء من اللي باقوا مشوا يعني كان مفروض يكونوا مشوا يعني لما مثلاً أنا دكتور صابر عرب أنا بحترمه جداً وزير الثقافة وزير الثقافة أنا شخصياً بحترمه جداً ووليد يعني أداء ممكن نختلف أو نتفق عليه بس اللي حصل أن جابه واحد اللي هو دكتور أسامل جزالي حرب كانت مرشحة للوزارة لا كلفه رئيس الوزارة استدعاء وكلفه بتشكيل الوزارة وأنا أعرف أن أسامل ودكتور أسامل ولمانزة بريم محلب يعرفوا بعض كويس وأصدقاء وكلفه بتشكيل الوزارة وراح وأعلن واتكلموا عمل التصريح فجأة تحرك بعض كبار ما قالوا ليش المثقفين هو أنا لما أبقى مثلاً فرضاً يعني ماسك در الكتب أو حاجة مش بالضرورة بقى مثقفين كما أبقى موظف كفر المهم بعض المسؤولين على المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة عملوا هوجة واعترضوا على وجود أسامة الغزالي فقالك المثقفين بس عايزة أقول لحضرتك برضو أن لما طرح الاسم مع كامل الاحترام طبعاً لو أساز أسامة الغزالي حارب ولكن في ناس كتير جداً استغربت من اختياره كرجل سياسي في المقام الأول هي دي الغلطة الناس تعودت على أن الوزير فني وهذا هو مكمن الخطأ في مصر أو من الجماعة الثقافية يعني هو بيتطوان ويكون فاهم الوضع في وزارة الثقافة أسامة مش مثقف هو تعريف المثقف إيه راجل عمده كفاءة سياسية واقتصادية وصحفي ومعرفة موصوية وكان عدو في مجلس الشورى بالعكس ده نموذج المثقف مش لازم يبقى فنان أو أديب الثقافة أشمل الفن والأدب والمفروض أن الوزير سياسي المسؤول الفني هو وكيل أول للوزارة ومدير المصلحة الفلانية فبالعكس ده اختيار أسامة كان بصرف النظر أنا التصرف نفسه أن يجيب واحد يكلفه فحد يحتاج فيروح متراجع ده شخص ضعيف مش شخص قوي ولن يستطيع تستمع لرأي الناس المختصة بالموضوع يعني أنا من شايف أن بالعكس لازم يسمعوا أرأي الناس يعني لو كان جي في وزارة الصحة مثلا ولا جي في وزارة العدل يعني مثلا وزارة العدل أستاذ نير عثمان مستشار نير عثمان تم اختياره من قبل نادي القضاء كما سمعنا لا نادي القضاء كان معترض على الشخص اللي كان مرشح اللي هو المستشار حسن بسيوني كان معترض عليه فلما وكان في اتجاه تصعيدي أنه دعا لمجلس الإدارة لاجتماع وكان حياته الجماعة ومممية طرقة فلما رئيس الجمهورية اعترض معاهم على اختيار وزير العدل وجابوا شخص آخر اتحل المشكلة يعني ما قدرش أقول لي أن نادي القضاء اللي قال لازم تجيبه فلان إنما عندما جه هذا الشخص وقت بترشيحهم وغيره هم قابلوا هذا الأمر عايزة أسأل حضراتك على دمج أربع وزارات من وزارات الموجودة وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية أولا هل هم نفس الشيء يعني هل هم يقدر بهم دمجهم فعلا ولا هي اختصاصات مختلفة يعني خليني أقول لوزارات الأول التنمية الإدارية والمحلية وزارة الشباب والرياضة التعليم العالي والبحث العلمي وفيه حاجة ربعة كمان ما هي المشكلة بتدمج إمتى وتفك إمتى كل ما نيجي تشكيل وزاري إنه فاجأ يعني يفك وزارات وزارة الاستثمار والتجارة والسنة آه دي الرابعة اللي راحت للمنير فخري عبد النور وتحسي إن قرار الدمجة أو الفك ملوش منطق فعلا يعني مثلا حدريك بتكلمي على وزارة التنمية المحلية والإدارية والإدارية لا استثمار وزارة الاستثمار كانت قبل ما تروح لما تلحق بمونير فخري عبد النور كانت معروضة على واحد اسمه أحمد فكري يعني إذن كان لاتجاه إنه زارة الاسمه أروزارة مستقلة لما اعتذر أحمد فكري أو اعترد عليها الله أعلم لأنه راح مش عارف إيه اللي بيحصل راحوا ضمنها إذن ضم ما كانش مبني على رؤية والفصل ما كانش مبني على رؤية نفس الحكاية إنهما مش لقين كوادر تمسك يعني هل ما فيش كوادر يا أستاذ حكيم في مصر مش مفيش كوادر يعني أصلي لا الحكاية بده تحصل وقت كل تشكيل وتعديل وزاري الناس بتبقى ليسة وحيسة ومش عارفين يعملوا إيه مش لعدم وجود كوادر أو وجود كوادر لأنه قايم على منطق غلط إنه راجل فني فالراجل الفني ده رئيس الوزارة اللي جاي بيتحرك في الدايرة اللي هو يعرفها يعني ما يعرفش كل كوادر الفنية في كل المجالات يعني مثلا ممكن إبراهيم محلب كمهندس ومقاول وشغال في عثمان يعرف مهندسين كتير بس يمكن ما يعرفش الدكاترة يمكن ما يعرفش رجال القضاء ورأي حريك إيه في الاختيار إبراهيم محلب شخصيا في رئيس الوزارة أنا يعني هل هو اختيار موفق؟ اعتراضي على تغيير ملوش معنى سياسي حتى الآن التوقيت ملوش معنى الاختيار أنه منجز طب حينجز في أي اتجاه في اتجاه نفس السياسات التي أنتجت الأزمة يبقى كله حي أنا رأي أنه حيصرع الأزمة مش حيحلها مش عيبه هو ما لم نقرأ السياسة التاريخ قراءة جيدة ونقرأ دستورنا قراءة جيدة الدستور ده منذ الاستفتاء عليه أصبح نافذة الدستور بيقول أن الوزير سياسي وأن فيه نص مادة في الدستور بتقول وكيل الوزارة الدائم هو المسؤول الفني في الوزارة نحترم ده طب أنا عايز أعرف دلوقتي الحكومة الجديدة دي يعني في الدول المتقدمة بيبقى فيه خطة موضوع وفيه جدول زمني محطوط وعلشان الناس تعرف تحاسب الحكومة الجديدة دي على إنجازاتها مين مفروض يحط هذه الخطة بالجدول الزمني وهل موجودة فعلا في الحكومة الجديدة ولا مش هنشوف حاجة كده يعني إحنا في اللحظة دي فيه وضع استثنائي الوضع العادي إن الحكومة لما بتتشكل رئيس الحكومة والوزراء بيعملوا ما يسمى ببيان الحكومة البيان ده بيعلم فيه السياسة اللي على أساسها تشكلت هذه الحكومة واللي حتطبق خلال الفترة اللي بتبقى أربعة أو خمس سنين إذا استمرت للنهاية وبيتم الحساب عليها والبرلمان بيمنحها السقة عليها إحنا الآن طبعا لسه البرلمان بس على الأقل كمفروض رئيس الوزارة والوزارة عند تشكلها يعلنوا بيان يقولوا إن السياسة اللي حنتبعها كذا كذا بس ده يتطلب إن الحكومة تكون حكومة هي اللي بتحط السياسة إحنا من زمن طويل الذي يقرر السياسة هي الرئاسة والحكومة بتيجي مجرد جهاز تنفيذي وحرجع أقول إن لم يعلن أي تغيير في السياسة المتبعة من أربعة وصبعين هرب تقول فهو حييجي البيان اللي حيطلع إذا طلع بيان وقاله حيعمل مؤتمر صحفي عالمي يعلم فيه السياسة بتاع الحكومة هي حتبقى في التفاصيل يعني ومش عارف هيعلن إذا وهو مرشح بعد شهرين إن رئيس الجمهورية الجديد أيا كان يطلب منه الاستقالة أو يشكل وزارة جديدة أو يطرح سياسة جديدة هم في مأزق الحقيقة الله يكون فعونهم خلينا نشوف هيعلنوا عن إيه وإيه الحاجات للمطالبين بتنفيذها علشان حتى إحنا كإعلام وكشعب وكأحزاب نقدر نتابع ونقيم الحكاية أنا بشكر حريك جدا على قراءة التشكيل الوزاري الجديد معنا وأستاذ حسين عبد الرازق وعضو الهيئة العليا لحزب التجمع وبنتمنى لهم التوفيق في كل الأحوال فقررتنا لسة متواصلة معي وراجعين بعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا